موسيقى يا صباح الخير لكل الأشخاص يقرروا ينضموا لألنا ببداية هذا الانهار وكل بداية بالحياة إلى رونقة وجمالة كل بداية بتحفز بالذاكرة مواقف حلوة وذكريات من أيام الطفولة بتخلينا فعلا نضحك وأكيد من هاي البدايات هي بداية العام الدراسي يلي بيرجعنا لحتى نلتقي برفقاتنا مدرسين من بعد طويلة وقت طويل وعطلة طويلة فمع أول يوم دراسي رح نكون نحن مليانين بالطاقة الإيجابية للدراسة وخاصة الطلاب المقبلين على الشهادات وحتى الأهال يلي بلشوا الاكتئاب عندهم من تحمل الحمل والمسؤولية والفئة بكير يسعد لصباحك يا ورد يسعد صباحك يا نور يسعد صباح كل أهالينا يلي بعثوا أولادهم على المدرسة اليوم ولطلابنا كل التوفيء ولكادرنا التدريسي يعطيكم ألف ألف عافية أنتم مناضلين بظل الراتب والظروف الاقتصادية والمواصلات يلي عم تتقاضوها أو حتى عم تتكبدوا عناء فتحية لإلكون يعني اليوم بداية سنة دراسية جديدة بداية تجديد العزيمة والإصرار لأطفال المستقبل وتحقيق الأهداف بداية لحتى نقول يا رب بسم الله بلشنا بالمنهج بلشنا هيك شوي شوي لحتى نتعرف على عم دراسي جديد أو حتى طلابنا المستجدين اللي فايتين على المرحلة الإعدادية أو الثانوية فإن شاء الله يا رب كل التوفيء يكون حليفكم وقبل ما نبلش ونعرف شو عنا وين حلقتنا اليوم بدي أسأل ورد هاتي لنشوف فاجئيني أول يوم بالمدرسة شو كان يعني لك هل ممكن تحس بسعادة ولا لا أنه بلش اكتئاب وكتب ودفاة الرسم ولا لا في حنين لهاي الذكريات هلا ما بعرف تختلف حسب عادات وتقاليد كل محافظة يمكن نحن بحلب كان عنا أول أسبوع تعارف ماذا يبلج من هذا؟ أول أسبوع يعني ما بعرف شو يعني أول أسبوع تعارف نروح بالعكس يعني ضروري كسر الجليد بين المدرس الجديد والطلاب الجدد يلي جايين على قاعة صفية نحن كنا بمدارس حكومية ما كان عنا موديلات المدرسة الخاصة ما كان عنا موضة المدرسة الخاصة ويمكن أنتي كمان نور تمام ونكيد كنا نروح عن جد مثلنا مثل الكل كان أول يوم هو أحلى شيء نروح عن طياب عادية ما العلاقة بالمدرسة أول أسبوع نعرض هذه الأشياء الحلوية نحس حال أنه نحن كبار بعدين نبقى بعدين يبدأ القانون الدراسي وفعلا كانت أيام جميلة صح تذكر المدرسة الابتدائية مدرسة أحمد شنن كانت بمدينة حلب لأعدادية عدنان النابلسي الثانوية كانت شو اسمها؟ بمنطقة بحلب كمان هيك كثير مشهورة بسام العمر، بسام العمر كانت فتحية لكل الأساتذة اللي موجودين بهالمدارس واللي درسونا مثل ما منقول ما ننسى أبدا أساتذتنا ما شاء الله يا رب كل التوفيق للجيل الجديد أمين يا رب ورح نتبلش نحن ومشاهدين نتعرف على العنوين حلقتنا اليوم بهالعرض السريع صعب على الطلاب وعلى أهاليهم بس الفائة الآنين شوية طالما الأم فائت وبعتت أولادها على المدرسة ويمكن ما عاد يجيها يوم نوم، مو يوم ما عاد يجيها يوم، ما تنام فكرة لا نور ولا أنا مصحة صحين بأول يوم أدرسة نور لأنه بعطي ابنة على الكيزة يمكن أنا ما بعرف ليش تعالوا نروح لعند الشايف بشرة ونشب شو بحضرة طبق اليوم صباح الخير صباح الخير وليس يسعد صباحك يا شير صباح الخير يا نور كونه هلأ قبلشت الشهادة والأمور والواقع صار جدي صار لازم نركز على الأكلات اللي بتغذي لحتى الطلاب يقدروا يدرسوا أوكي، شو محضرتين طبق اليوم؟ اليوم رح نعمل مقلوبة بيتنجان باللحمة يعني وصفة بتوقع يعني معظم العالم يحبوها كثير طيبة، أكيد، أكيد نحن نضم لك ونعرف المقادير وطريقة التحضير يعطيك ألف أولاً سلام إذاكي شايف بشرة المدرسة بلشت مثل ما اتفقنا وأول أيام بيكون حافل بصوت الطلاب وحركاتهم وهي الأجواء خصوصاً إلى لذة خاصة بين جميع الرفقة اللي بيكونوا موجودين بعد غياب تقريباً ثلاثة أو أربعة شهور وبين الحافظ للعودة للمدرسة والدراسة والشغب والضحكة وجمع المشاعر كلها بين أيضاً هيك شوي أنه يا الله راحنا على المدرسة وحن فيه بكير ولسا نحن ما عطلنا تختلط الأفعال تماماً هو نكسر هذا الحاجز لحتى نبلش بسلام وهلأ من ساعتين بالضبط فعلاً زميلنا على عيسى نزل على الشارع السوري بكاميرا سما يلي رصدت هاي الأجواء الخاصة لأول يوم من أيام الدراسة وصورت فرحة الأطفال والشباب بالعودة الجديدة لأيام الدراسة واللمة الحلوة ورجعو لنا بهذا التقرير أصوات فرح الأولاد برجوعهم عن مدارس حركت صمت الشوارع الفاطئة صوت الجرس وباحة المدرسة بأول أيام شهر أيلول رجعت تجمع الطلاب على مقعد واحد وبداية جديدة هلأ متل ما نكون شايفين الطلاب كتير مشتاقين للمدرسة طبعاً لليوم الأول هو يوم الفرح فأنا بنتي بالمدرسة سألتا شو استعدادك لبكرة قلتلي أنا كتير مبسوطة المدرسة هي بيت التاني فقلت له شو بتعمل للكون المدرسة إنه بتهتم فينا بترعانا فمنشوف وجوه جديدة منتعرف على الأصدقاء ومتل ما نكون شايفين نحنا جهزنا المدرسة قمنا بتجهزات المدرسة وتخديراتها قمنا بتنظيف المدرسة طبعاً بالتعاون مع المعنيين بالأمر ووزعنا الكتب ودخلناهم الصفوف يعني بانتزام هلا ما في أجمل من الطفل ما في أحلام إنه الواحد يرسم ضحكة على وجوه أطفالنا وخاصة بيوم الفرح هو اليوم العام الدراسي طبعاً جميع المعلمات في وحدة التطبيقات المسلكية بإرشادات وتوجيهات من مديرة الوحدة العن سمنال طبعاً قامت بإعطاءنا هذه الإرشادات لنقوم بأجواء فنية تعليمية ترفيهية للأطفال وخاصة من طلاب الصف الأول يعني كان في عنا كتير أساليب مميزة بتعرف أنت الصف الأول دائماً وقت بفوت على المدرسة بيكون شوية على تعلق بأهله فكتير بالهدايا البسيطة باستقبالهم بالضحكة وكتير لحنا مع بعضنا البعض كأسرة تعليمية كنا من جهة الطفل لأنه بالمقابل لحنا بدنا نحبب الطفل بالمدرسة شعوري هو الفرح وشعوري السرور لأنه عادت المدارس وشتيت لرفقاتي وحب أنه كون من المتفوقين وكون من الشرف ماما بنجاحي كتير حلوة ويتمنى لكل الطلاب التوفيق المدرسة بتعطينا أن الحب الحلام بتخلينا نحبعه أنه بتفيدنا وتعلمنا بتعطينا رفقاتي لأنستي وكل المدرسة بتعطينا ألوان وبتعطينا أحرف وبتعطينا مألمات وبتعطينا علبة الطعام وبتعطينا عين وشانتا شتيت للمدرسة وحبت أنه شوف أنستي وأخو الفقاتي شتيت للمدرسة شوف رفقاتي كتير مبسوطة كمان أنا يعني ببدرسة التطبيقات المسلكية كتير مفتخرة فيها وخصصة بدي أشكر كمان الآن سي منال لأنه طبعا هي مديرة التطبيقات ومنورتها إن شاء الله أنا كتير فرحانة لأنه اليوم أول يوم وطبعا مثل ما أنا شايفين جوا فيه فرح وهيك يعني كتير مبسوطة ترجمة نانسي قنقر سباحكم خير عن جديد بداية الفصل الدراسي أغلب الأهالي بيكون عندهم مفاهيم خاطئة عن طريقة التعامل مع الطفل وخصوصا بأن الطفل كمان بيكون غير معتاد على الدراسة بسبب انقطاعه لفترة طويلة والانضباط والتركيز بالإضافة لأمور مهمة مثل الصداقة وكيفية الترغيب بالدراسة لازم تكون أساسية لحتى نوصل الطفل للطريق الصحيحة تماما بس أنا برأيي الشخصي ما لازم نقرن الدراسة بمغريات إذا تواجدت بيدرس ما تواجدت ما بيدرس هاي معلومة من المعلومات اللي حنحكيها خلال الفقرة واللي بدي أعرف من الاختصاصية إذا كانت نظريتي صحيحة ولا لا بفقرتنا الخاصة بالتربية لليوم رح نحكي عن أهم الأساسيات لترغيب الأطفال بالمدارس وشو إيجابيات وسلبيات للضغط على الطفل أثناء وبعد الدراسة تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع ضيفتنا يلي صارت مشكورة معنا بالستوديو الاستاذة رفيف فوازش الساجر استشارية بالدعم النفسي والاجتماعي صباح خير يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك معنا لليوم طبعا أكيد لفتك الكلام يلي كان عم يقوله ورد وهو أني أقرن أي عمل بدي أقوم في طفلي بأنه أعطيه مكافأة أو قدم له أي شيء يبدو يا تحيقا أكيد رح نعرفه لكن بالبداية أنا كأم اليوم كيف بدي فيق طفلي بهدوء بيرواق بدي أقول له إجابة المدرسة لازم نكون نحنا ريلاكس ما في صريخ وعيات لأنه هلأ السوشال ميديا مليان أنه الأب نايم والأم بس عم تعمل آه عم تصرخ فأنا هي كيف بدي أتخلص منه حقيقة نحنا كأمهات لي لازم نتخلص منه يعني إذا أنا ماني رايقة وأنا ماني متقبل المدرسة كمرحلة طبيعية ما رح يتقبل ابني المدرسة رح أنقل الشعور تماما فنحنا متل ما مننقل للصيف متل ما مننقل للشتة رح ننقل للمدرسة هو مرحلة حلوة إذا أنا الآن ابني رح يكون الآن إذا أنا متوترة ابني رح يكون متوترة إذا أنا معصبة ابني رح يكون ماصر هي مرحلة حلوة أنا بعرف الأمهات اللي أولادهم رح يفوتوا على المدرسة هنا كتير قلقات وهذا حقهم بس لا تنقلوا لولادك هو اعتبرية مكان جديد لازم تكوني أنت واثقة بالمكان حتى ابنك يسق بالمكان كتير أمهات بيخافوا أنه بلك تعرف عفلان بلك ما عجبته الآن سبل إذا أنت عكستي حالة من السقة طفلك رح يوسق رأساً إذا حسيت أنه مدرسته هي مكان أمان ومكان حلو أنه يروح عليه ابنك فوراً رح يتأقلم أن هاي الملاحظة الأهم مو فجأة مثلا من الصيف نحنا كاسرين كل الحدود وأنا هذا ضده الصيف له حدوده بس ما بتشبه حدود المدرسة أغلبية الأهالي غير قادرة على هذا الضبط حقيقة ضروري إيه مسوء لألك شو ضروري يعني مثلا بالصيف من نام إدعش بس بشتة من نام بكير النوم متأخر مثل النوم بكير بس هو تعود روتين ممكن أنا بلش أنه أوكي أنت رح تصير تنام بكير أنا رح تصير نام بكير كتير مهم أول فترة نروح مع أولادنا صراحة هذا كتير مهم مشوار أول يوم يومين مع الولد خصوصا إذا كان صف أول ابتدائي مستجد كتير مهم تمام ما بدنا نحسس الولد أنه والمدرسة وبلشت والمدرسة هذا الإحساس رح يبلش مع الولد تبروا أنه المدرسة هي مرحلة لازمة بس ما أنا ضاغطة تمام انبسطوا مع أولادكم بالتحضير يعني جاهزوا التياب إذا بتكن رحوا أول يوم بالتياب أقولوا له إنه إذا في أنسة جديدة مين الأنسة جديدة لا تنسى تسلم على الأنسة القديمة فوتوا أنتوا سلموا بالمدرسة حسسوا للولد أنه هاي المرحلة هي مرحلة طبيعية صيف شتي صيف شتي ما بدنا هذا وحتى إذا تأخرنا بالفاقة شو صار يعني؟ وتأخرنا بالفاقة بنقول له الماما معلش كأنه نمنا نحنا متأخرين بكرة لازم نحنا ننتبه اليوم المساء انتبهت أنه اليوم فقت متأخر شو رأيك تنام بكير؟ خلينا سلسين يعني نحنا مشكلتنا كأمهات أنه النظام يلطيف صارم لا ممكن نكون فليكسبل وأنا أم صارمة يعني أنا بحكي بس أنا كمان لا حظت اي أنا أم صارمة بحاول قدر الإمكان أن يخفف سرامتي حقيقة لأنه بالنهاية أطفال تمام يعني كلنا كلنا أطفال وكلنا كمان فقنا على المدرسة وتحججنا بيوم من الأيام وبدنا نروح وما بدنا نروح وحبينا الأستاذ وما حبينا أكيد وأيام كان في صوبيا ومازوت الله يرحم هذه الأيام كنا نحط له قصص بالصوبيا والمازوت كمان أنت وعلكة على الكرسي وقصص ثانية هلأ مسترجعون خلال الحلقة لكن في شغلة أنه طفلي قد يكون غير اجتماعي ما له علاقة مدرسة ما مدرسة أبني ما بحب يختلط بغرباء فأجته أكبر تجمع فيه غرباء عليه صح ما الحل هلأ أول شي أنا بلجأ لإدارك المدرسة حقيقة أنا مع هاي يعني بتمنى من كل أم بتلاحظ على طفلة خصوصية معينة نحنا ما عم نحكي عزوي احتياشا ما حدا يزعل لا لا أبدا بس نحنا عم نحكي عن أطباع تمام ابني خجول ابني عصبي ابني عنيف يعني أنا بصراحة ما بخاف من الطفل الخجول قد ما بخاف من الطفل العنيف صح أو اللي بيستخدم إيده فأنا لازم فوت على الإدارة عرفهم عابني وحط ابني قدام هاي المسئولية إنه فلان اسمه هو شوي خجول بده شوي ليتعرف معلش تفوطي معه عصف أو تتعرفي على الأنسة التعطيه انطباع لأبنك لأنه الطفل بيلقط إذا الأنسة بتعرفه ولا لا المديرة بتعرفه ولا لا إذا الولد حس بأنه هو غريب من الأشخاص اللي هنه انفقه ما راح يبني انفقه مع أي حدا بينما إذا حس إنه هو ببيئة لطيفة ببيئة محببة شوي شوي ما فينا نحول طفل خجول فيه فيه أطفال ما نهون اجتماعيين يعني بيدوجه بأربع خمس أولاد ما بدي ضل قللوا ليش ما عم بتحكي معك فيقاك وليش مدري شو قالوا لي معنك اجتماعي وما بتحب خليه مثل ما هو وشوي شوي بتطبع يعني هاي مجموعة الأقرار نحنا بنحكيها هي مجموعة كتير مهمة الأهم إنه أنت تكون مآمنة بإنك حاط الطيب ببيئة آمنة فقط مو بيئة خاصة مستثنات وماما هدولة يلا ما عليش تحملهم أربع ساعات وبترجع عالبيت أبشع كلمة ماما تحملهم أو لا تاكل مثله لا تاكلوا سواء بيعدوا على الدرجة بيأكلوا لا مامي أنا بس عملت ابني هيك أنا عملته كائن فضائي طفل بده يلعب بده يتلوت وبده يتلوت بس أنا بعلمه مثلا القواعد الأساسية اللي بتعني إذا فات هو على الحمام لازم يغسل وبنبه السطف إنه لازم يغسل في كتير بلاد بيعملوا هيك وبيمشوا هذا ضروري بقل له بحط له على البكتاتش أو إذا في صابونه إنه ماما بعد الأكل لأنه إحنا عنا مشكلة كورونا ما زالت وهالقصاص نشرح له نشرح له دخول للصف طلعة من الصف ننبهه لشغلة كتير ضرورية إنه أنت بالبيت ماما وحبيبي بس بالمدرسة في أكتر من ولد وهي قانستة كي قواعد سلوك بس ببساطة وأنا بتمني من الأساد زي أنا بعرف ضغوطة الحياة وبعرف إنه كتير صعب تتحملي أربعين ولد نحن ما نتحمل ولد ولدي تماما تماما بس رفقا بالقوارير صحيح شوي شوي استقبليه بصباح حلو الولد لحاله لحاله وهي عن تجربة أنا عم بحكي أنا برهان بروح بسعادة على المدرسة بس لأنه أنا بروح بسعادة إنه يرايحين ومبسوطين وبرافق أنتي أم برهان أنا برهان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا خلينا نحكي على نقطة كتير مهمة اليوم أنا في أرواب أنا كأم حضرت لسناك وحضرت الصندويش وجاهز عم في أبني العصبية خلينا قولي النفسية الحامضة ما بدي أوم ما بدي روح بدي سير أقرن له أنه أوم بدي أعطيك شغلة بدي أبعث لك سناك بدي أعطيك عصير بدي أشربك بدي يجب لك أنت بس ترجع بدي أساوي لك شو لازم أعمل أتصرف بهي الحالة اللي أنا لازم أكون فيها صحيحة مع أبني شو ما أصرخ وما أعيد ونرجع نعيد مثل ما قلنا بالأول فقرة ما يكون فيه توتر وأنقل هذا التوتر هلا لأقول لك شغلة المكافأة أو اللي أنا بسميه التعزيز الإيجابي هو ضروري للطفل بس ما تقرنيه بكل سلوك يقوم به آه تعزيز إيجابي بمجموعة سلوك تمام نحن وهذا كتير قدير وتكنيك كتير قدير تعملي جدول الروتين الأسبوعي تمام وتحط فيه سلوكيات ما بده ورقة لا بده طباعة ورقة وتشيكات عدد تشيكات واو إنت عملت مثلا ست أغلات منيحة رح نروح مشوار ولا تكبري المكافأة يعني مو معقول أنا أقول لأبني لأنك فقت الصبح اليوم بيضو تكندر بدي أعطي أنت لأنك كنت منيح مع المس رح تروح روح لا لا أبسط أبسط قد تكون بسكوتة قد تكون مشوار قد يكون إذا هو بيحبيه وعن سته مكافأات الطبيعية اللي ما بترهقني واللي ما بتملل الولاد لأنه كمان الولاد كل ما تعلم على سقف معين بده يعني هذا السقف وبعدين هو نفذ يعني مثل ما أنت بالشغل مثلا عملتي شغلك تمام أنت بدك مكافأتك طفل نفس الشي بس بشكل أبسط مما نعتقد نحن مالك ما في داعي كل سلوك بده مكافأة مجموعة سلوكات الولد بصير بيعرف أنه كل هكي باكيج بتجيب تماماً أنا ماني ضد التعزيز بس أنا ضد التعزيز اللي هو بس مشان الولد يعمل أو التعزيز اللي بيؤدي لابتزاز من الطفل لأهله ما في أشطر مننن ما في أشطر مننن غير بدي أقول ملاحظة الابتزاز على الأشياء المدرسة ترتبط بقرطاصية وحقيقة ترح أحتيها وأشياء جديدة أنا كوحدة كبيرة وقت بمر بلاقي موديلات بطير عقلي لكن نحن بالمدرسة لازم نتعامل مع شيء اسمه الأولويات وشو بدنا؟ دفتر سلوك ما بيزبط مع ولد ابتدائي لأنه صعب فبأخذ له دفتر عادي هلا ممكن ابني يبتزني اللي ماما أنا ما حبيت المدرسة رفي إغراضه أحلى مني رفيتي إجيت مع آيفون أربطعش برو ماكس أنا ما عندي خاصة بس ما عليش إفشي سر كنت أنا والأستاذة ونور عم نحكي قديش أقصات المدارس الخاصة بالعاصمة السورية دمشق وضواحيها وصلنا لأرقام فوق 30 مليون 30 مليون ليرة سوري لأبعث ابني على مدرسة ابتدائية مع عدد أتوكار أتوكار كل شهر لأنه أسعار المازوت والبنزين في تغير ما شاء الله كل شهر أو كل يوم ليلة وضحاها عم تتغير كمان فشو بدي أتصرف مع ابني اللي عم يشوف الموزة والبردقاني وأحيانا هاي بيضة الشوكولات بيقدر فيه وأنا يا دوب عم بقطع من لقمة إخواته لجبله علبة الألوان لأنه عنده حصة رسم صح هلا شوف لقلك شغلة أول شي تعاملوا بالأساسيات علبة الألوان اللي تفيد طفلي يعني أنا ما بدي الماركة اللي كتير تقيلة وبدي إيه يكون حبر مدريل أنا بدي علبة شماع تكون لطيفة يقدر ابني يلور فيها تمام؟ وأنا إذا تعاملت مع الموضوع بهي الطريقة ابني رح يتعامل يعني أنا إذا سألت ابني كيف انبسطت بغراضة كيف كانوا غراض رفقاتك شو جايبين أكتر منك فوراً فتحت عيونه بينما إذا قلت له ماما بيكفيك ألم الأزرة وألم الرصاص وصدقوني أنا عم بحكي عن تجربة الولد متل ما أنت بتعكسي له الولد رح يمشي و أنا عم بيلكون أنا ككبيرة بيطير عقلي بالإقلاق بس بمرحلة أكبر ممكن أعطي لأبني أنا الخيار صراحة أنا رح كون صريحة معك ورد أنا ما باخد ابني على السوبر ماركت لي يشتري معي القرطاصية بالذات القرطاصية لأنه بيشتهي أنا بجبله إياها وهو متعود إنه أنا بجبله إياها حلوة ظريفة وممكن نغير بلون الدفتر بس ما بفوته عالم أنا ما قدراني أضبط حالي فيه صح وتعال له بعدين حط الزيت جنب النار إيه وإنك هذا هو ضرفك وبدك تتحمل وما بيقدر الولد هاي واحد اتنين بالنسبة لأصوط المدارس اختاري بهاي لأم والأب اختاري المدرسة اللي بتحقق أولوياتك أنا ما نضر أيحد يروح على المدارس لأقصاطه عالي لأنه بتحقق له شيء لكن في خيارات دائما نقول للأهل بحسوا على الخيارات اللي بترتاحوا إليه تمام؟ وإذا هذا الخيار بده مصاري فكري كيف تجيبي المصاري بس إذا هذا الخيار ما بده المصاري شو نجلوت ذاتنا يعني؟ تماما لأنه مو المشكلة الأسط المشكلة القرطاسية مشكلة عيد الميلاد مشكلة إمتلا بدي يروح البلو داي البينك داي الخميس والجمعة أنا بيرأي الجمعة والسبت يكونوا قاعدة بالبيت راحة البارتي والرحلة والأفتر سكون تماما هذال التفاصيل إذا قدرت أضبط شوي ونحنا فعلا بوضع اقتصادي سيء على كل الفئات ما بدي استثني حدا هو وضع ضاغط لأنه كل فئة الاحتياجاتها دائما بالنسبة للمدرسة لأنه هي أساسية هي جزء أساسي لا تخلي المدرسة ذكرى سيئة لا تخلي المدرسة ضغط عليك إنه أف هلأ بدي يجب لي ثلاثة أربعة دفاتر أف أف هاي الأف خليه لحالك تماما ما في داعي أظهر قدام طفل ما في داعي أتوتر في مشاكل الطفل فعلا ما دخلوا فيها حقيقة هلأ وعي بمرحلة أكبر بتصير بقى الاستقلالية والمسؤولية وبيصير في عندي خوار نضوج بس هلأ ما فين يحاور صحيح حقيقة تماما هذ المواضيع فعلا هذول تفاصيل صغيرة لازم نحنا ننتبه لهم كأمهات وحتى كأهالي لحتى ما ننتبه أي كأباء 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 لأسن بيقولوا المدارس الماما لا صدقوني الأب شديد والله البابا اليوم عم يوصل ويرجع هلأ مشكلة إنه المجتمع الشرقي فرض تفاصيل أساسية للأم ووقت اللي لازم فيها تباهي ينسب للأب فما فينا نعمل شي هذا الواقع شكرا نقتلق لك أستاذي أحسن بسنا نسعى نعبدله طبعا أكيد أنا شانك عم قول الأم والأب مشكورين اثنيناتهم وهنا مسؤولين تنيناتهم التشاركية هي الأجمل بالنسبة للطفل ورؤيته لأهلهم أكيد أهلا وسهلا فيك أستاذي شكرا لكم صار الوقت مشاهدين هنروح عند الشف بشرة ونبلش المقلوبة ببدايتها صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم وإن شاء الله يكون يوم خير وبركة على الكل اليوم رجعنا على المدارس وأكيد يعني معظم الأمهات فأم الصبح بكير وصار لازم نحضر الغداء على رجعة الولاد من المدرسة نحن أكيد بالصيف شوي من أخر الغداء لأنه يعني الأولاد بيتأخروا ليفيقوا من النوم بس هلأ لأ لازم يجعوا يلاقوا تقريبا الغداء جاهز أو شبه جاهز لحتى يبلشوا دراسة ولحتى يقدروا يناموا على بكير اليوم مصفتية المقلوبة بتوقع أنه معظم العالم بيحبوها هلأ أنا اليوم عم بعملها بس بالبيتنجان اللحمة والرز بس أكيد رح أحكي شو ممكن الإضافات اللي ممكن نضيفها والإضافات اللي أنا بحبها شخصيا رح نبلش بتقلاية الرز أول الشي عندي هون بالطنجرة حبة بصل هلأ أنا فرمته ناعم ممكن أنا أفرمه شوي أخشن إذا أنا بحب إنه هيك قطع البصل تكون ظاهرة بهي الوصفة بس أنا فرمته ناعم حطيت تقريبا معلقتين السمنة ومعلقتين الزيت النباتي ممكن استعمل الزيت اللي قليت فيه البيتنجان بهي الوصفة يعني أنا كد شي زيت رح حضيفه ممكن استعمل نفس الزيت اللي قليت فيه البيتنجان وقليت البصلة لأخذت لون شوي غامأ يعني أنا بالعادة بس بدبّل البصلة بس بهي الوصفة بحب إنه البصل ياخد لون خوي غامأ لأنه هو اللي رح يعطيني هاداللون المميز للمقلوبة الآن هون عندي ثلاثة كوب من الرز البسمتي المقلوبة بالعادة بتتحضر بالرز القصير بس أنا اليوم حضرتها بالرز البسمتي أو الرز الطويل ورح أقلكن شو السبب لأنه هي اسمها مقلوبة هي لازم بعد ما تخلص الطبخة أنه تنقلب من الطنجرة تغري على صحن التقديم بس فيه يعني فيه أساسيات أنا لازم تكون عندي متوفرة لحتى أنا أقدر أقلوب أو أعمل هاي الحركة هلأ أنا الطناجة اللي عم بيستعملون واليوم تقصدت أنه استعملون نفسهم هنين لون هيك مثل كيربز أو منحني هدول ما بيضبطوا للقلب فبدي أنتبه على هاي القصة الطنجرة اللي بدي أطبخ فيها المقلوبة وقلبها بنفس الطنجرة لازم تكون مستوية يعني حوافة تكون مستوية ممكن ما تكون متوفرة عندي أنا بكل بيت هاي الطنجرة فاليوم يعني رح نطبخها ونعملها هيك بطريقة بشكل كتير حلو وما نضطر أنه نقلبها أكيد رح حط ملح ورح حط فلفل وعندي هون مرقة سلق اللحمة عم بستعمل ثلاثة كوب من الرز البسمتي بدي لكل كوب كوب ونص من المرقة رح ضيف هون طبعا المرقة لازم تكون سخنة كتير عم تغلي لما بدي ضيفها للرز بس قبل ما ضيفها هون عندي أربعة ونص كوب لثلاثة كوب من الرز قبل ما ضيفها بدي حاول قلي شوية الرز شوية صغيرة هلا الرز البسمتي بالعادة أنا ما بنقعه بس بهاي الوصفة نقعت الرز تقريبا ربع ساعة بمي عادية من الحنفية يعني ما تكون سخنة لحتى يعني هيك تساعدني أنه تستوي أسرع نحن بالعادة الرز البسمتي منحافظ على طعمته المميزة ما بنقعه بس بهاي الوصفة ما بدي طعمة الرز البسمتي في حال كنت عم بستعمل بسمتي إذا كنت عم بستعمل الرز المصري أكيد بنقعه مثل العادة تقريبا ربع ساعة بمي مغلية وبعدين بصفيه وبغسله كتير منيح وكمان نفس الحركة بقالي ولكل كوب رز قصير بدي كوب وربع من المرأة رح نحكي عن سلء اللحمة بالفقرة الثانية بس هون قبل ما ترجعوا لعند المزيعين أنا أخدت من يعني بعد ما أخدت كميتي للرز مرأة اللحمة عندي هون البيتنجان بعد ما قليته طبعا البيتنجان أنا بس قليته بالزيت ما تبلته لسه هلأ هون مرأة اللحمة اللي بقيت رح حط لها ملح لأنه أنا مرأة اللحمة ما أنا مملحتها ورح بلش نزل قطع البيتنجان أو شرائح البيتنجان يعني تقريبا عشر سواني بس رح نزلهم وارجع قيمون حطهم على جنب لتخلص عندي الكمية ما رح نزل الكمية كلها رح نزلهم على دفعات هلأ بهيك حالة بيكون البيتنجان شرب من مرأة اللحمة ومن بهارات اللحمة وطرهوا عندي شوي أكيد أنا رحكملهم هدول ورحكمل الرز رح ضيف المرأة وبعد ما تقلي عندي رح هدي النار وفي عندي كمان شغلة نسيتة كل قطع البيتنجان اللي بقيوا يعني أنا بعد ما أخدت الشرائح كمان رح ضيفهم مع الرز رح نزلهم هلأ ضيف الماء غطي طنجرة وهدي النار ليستوي عندي الرز هلأ أكيد رح ترجعوا أنتو لعند نور وردتعوا وباقي الفقرات وأنا برجع بلاقيكم بالفقرة الثانية لنكمل وصفتنا لليوم يعني على قد ما بحب البيتنجان المقلي وبحب أي شي بيخص فيه البيتنجان على قد ما بطيئة لهاي الأكلة لا تحبه أبداً الكبسة المقلوبة المندي هذول التفاصيل ما بيعنولي أبداً أنا بعرف ليش لأنه بدون نشغل بدون نقلي بيتنجان وتأشير أنا حداً كثير بيعمل المقلوبة من قلبه لأنه أنا بقى بيت يعني عائلتي بتحب المقلوبة بشكل مخيف فبدأت تطبخ بحب بس ما باكر أزوك أزوك هو اللي بيحب البيتنجان المقلي ما بيتقبل طعمته أنه هيك مسلوق مع الرز معرز، صحيح، صحيح، على كل حال نحن مندوق ومنحكم والحكم جاهز، مندوق هذا الشي مفروغ منه شكراً يا شكراً يا شكراً، يعطيك ألف عافية بأول أيام المدارس بتلاقوا يا أهالينا صعوبة مع أطفالكم بتعويدون على الفئة بكير والتركيز وأنجاز المهام والوظائف الدراسية بعد عطلة طويلة عطلة ثلاثة شهور كانت كفيلة بتغيير عادات وسلوكيات أطفالنا لهيك الدراسات قدمت العديد من النصائح اللي بتساعدنا لنزيد تركيز الطفل وتحبيبه بالدراسات تعالوا نتابع شؤاله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نحن أمام مرحلة حساسة وخطيرة ساعد بأن في عدة عوامل ساعدت بأنه مثل ما تفضلتوا الصف العاشر يتفرغ من المضمون في عدة عوامل ساعدت لخلت هالصف يطفو على السطح ويصير ظاهرة نوعاً عند الطلاب وعند أهليهم وعند المحيط أن الصف العاشر هو ماشي الحال هو ما مر بسي راح راح نقول معلن أنه الصف العاشر هو الصف الأخطر كيف نحن عم نوصل الطالب للصف العاشر وهو شاعر باستهتار راح نقوله راح قولها الكلمة بين قوسين الصف التاسع الطالب راح نكون مركز محور محور اهتمام الكل أنه أنت ابننا صف تاسع ممكن طالب الصف التاسع ضمن عائلة يغير سلوكيات عائلة لمدة سنة بسبب أنه هو صف تاسع هون الطالب ما راح ياخد المرحلة أنه أنا تاسع لازم انهي المرحلة واشتهد لا بيقول أنا أمام مرحلة كتير كبيرة ومهمة وإذا أنجزت بكون عملت إنجاز كتير كبير مدرسين اهتمام دورات واوا إلى آخرين مشان هذا الطالبيني هذا الصف ومحيط وتركيز عليه ولأ انتبهوا عم يقدم تاسع السنة وشهادة السنة وطف التلفزيون بكير وممنوع نستقبله ضيوف وألف قصة كل هاي الأمور خلتها يجي على طبعا هيك ويجي على الصف العاشرة بعدها الضغط اللي بتاسع بيقول أنا بدي راحة أنا بدي ارتاح وخاصة أنا أنا بعرفة لهي أنه راح من العطلة الصيفية أكتر من رفقاته اللي بالانتقالي كتاسع هو والمطاب بدي يعوضها أنا بعرف مطلب بيقولوا راح علينا العطلة خلصوا يجي على الصف العاشرة وقع بالمطب العاشر كأهل أنا بقول كأهل مو كطلاب الطالب مو مسؤول الطالب نحنا من نوجهه من قل له يا داك أوكتا وفوك نفخ إنت اللي عملتك ما نحنا اللي عم نمشي خطوة بخطوة بالتاسع هو مبرمج روبوت ونحنا اللي عم نمشيه نقول له بدك مدرس مدرسين أجو الأنسة أجت أحيانا طالب له ما بدي مدرس بدي يجي المدرس لازم يعطيك لأنه أنت تاسع وصل على العاشر أنه أنا خلصت المرحلة الأكبر اللي هي التاسع وبالعاشر منصير نظغر المرحلة الأهم اللي هي البكالوريا منقول له للطالب أنت عاشر بيمرو حادي عشر من مشيك تحضير بالبكالوريا بتمشي أمورك كلمة بين قوسين بتمشي أمورك البكالوريا ما أنا متجر رايح أنا نقي من نهراض البكالوريا هي مرحلة بدي ابني من خلالها لقبي لباقي حياتي هي حصاد العاشر والحد عشر هي كل شيء الصف العاشر عم يهمل ابننا بالمدرسة وفي مشاكل بتصير أهالي بيكبروا أمور بتكون هي بسيطة الولد إجا مسج من المدرسة لأنه أنا جاب عشرة من عشرة بأحد المواد كتسميع وهذا التسميع بيكون تسميع ممكن يكون الطالب آخذ العلامة بيجهده أو آخذها للعشرة بشكل هيك جمعا فبيجي عالبيت الولد مختلف عم يحاكوا أنا جبت عشرة بالمادة الفلانية شو بتكون ابني دروس أنا بدون دراسة جبت العشرة ممم صار في تقييم مقنع نعم لأداء الطفل هلا رح قول شغلي ما باعف إذا نور كانت مثلنا نور مثلنا وحضرتك إستاذ العاشر عنا كان فيه فلسفة وتاريخ وجغرافيا ووطنية وفيه رياضيات وفيزيا وكيميا وعربي يعني فيه علمي وأدبي فأنا إذا مقرر من البداية بدي أقدم بكالوريا علمي فأنا ما بيهتم لا بالفلسفة ولا بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بها لول موادنا وشو أدبي أو إذا بدي فوت أدبي فشو الفيزياء والكيميا وكذا بيلتغوا هدون المواد متل ما تفضلت فبيطلع بيخلص الصف العاشر الطالب على الحادي عشر في مشكلة هون بيقول له هو تاسع خلص تاسع حادي عشر عاشر ما فيه نسبة العاشر عشرة بالمية وكتروا كتار يعني صار الصف العاشر بكل أسف ثقافة انه بيمروا ما فيداعي الطالب ما عم يدرسوا نسبة قليلة مشان ما نقول نعمم معظم الطلاب معظم ما فينا معظم الطلاب بالصف العاشر عندهم راح الحادي عشر شو رأيك بالتأسيس للبكالوريا من الحادي عشر منلغي الحادي عشر ومندرس البكالوريا سنتين الطالب بيهي المرحلة الخطيرة بيعرف انه ما عنده امتحان بنهاية العام مستحيل يلتزم رفقاته انت ما عندك فحص ليش عم تقول والله عم ايجي بيقول لك انا عم ايجي هيك قعد والمدرسين ما بيهتموا وفي مشكلة كمان بالصف العاشر كمان قلنا الاهل بيلعبوا دور بالصف التاسع كيف من هيق الطالب للتاسع منضخم الموضوع كتير بيصغ العاشر المدارس كمدرسين في مدرسين ملك انا الصف العاشر ما بحسن ادخل عند هدون الطلاب صعبين بيقول لك صعبين هدون الطلاب تالعين من ضغط سنة مخيطة انهم جاي من تاسع ما بدهم يدرسوا دائما ما بدهم ليش ما بدهم يدرسوا بيحسنوا وبتحسن توجههم وتشغلهم وترجوهم اهميتين المرحلة هاي نقطة لا يصل منه الطالب يعني والمدرسين ما بيدرسوا العاشر طبعا مدرسين النخب بيدرسوا بكالوريا بيقول لك انا بدرس بكالوريا شهدت بيعطولة هذا الوكيل اللي جاية وكاري انا بعتذر عم اشر بيدي شغلات لا اعنيها ولكن هايك العرف المجتمعي انه يلا عطولة المستجد الاستاذ اللي جاية منقول اللي عم يكمل عدد ساعاته من المدرسة التانية لانه ما اكتمل نصابه الواحد وعشرين ساعة اخد موضوع خطير يعني مدرس النخب انا باخد بس بكالوريا طب يا وكتار مدرسين النخب يعني ما اكترهم صاروا المدرسين المهمين بالبلد صاروا كتار مدرس النخبة لما بيأسس طالب العاشر بيوصلوا على البكالوريا طالب نخبة بيريحوا يعني اسس الطالب من العاشر بالعكس يعني احنا كمان بيقول لك انه طالب البكالوريا ممكن انا بدي يحكي يعني ممكن تسمحوا لي كاجر بيقول لك انه البكالوريا بياخدوا اجور اكتر طيب خلينا نقيه بالقصة خلي الصف العاشر مدرس العاشر ياخد الاجر الاكبر ويهتم اكتر بالعاشر بيجعل حادي عشر الطالب مهتم نرتاح بالبكالوريا بيريحنا ما بيعود عبئ يعني لابد انه المدرس يعرفوا انه الانتقالي مهم. انا بعطي بس تاسع. ليش? اذا بتعطي السابع بتأسس معه صح هذا الطالب السابع. بيضل معك دائم. بيضل على طول وبيشكرك دائما انه انا تأسست على يد فلان. مو اخدت البكالوريا على يد فلان. يقول الاساسات كان. هي الاهم. مش عم ما نترك هذا تراكم لوقتي البكالوريا ويفوت الطالب بالحيط. نعم. طب رح نحكي عن نقطة. انت ذكرت نقطة كتير مهمة استاذ. بانه انا اسس العاشر والحدي عشر للوصول للبكالوريا بسلام. طيب. اسست بالعاشر كتير. بالحدي عشر مل الطالب بالبكالوريا. هل هذا الشيء صحيح? شو لازم اعمل انا? انه انت لازم عندك علمي وادبي. تكيز على هدول المواد. لازم تكون الحدي عشر هو انفصالي بين الادبي والعلمي. حدد احفاظ ركز بصيم. مشان البكالوريا انت تحصل المعدل الصحيح. هون الطالب ما المعد يجع باله يدرس. هذا الملل هو الطالب يبتكره. انا مليت. هذا الشيء غير مبرر. كيف يعني انا مليت? اذا اطلعت من الصف العاشر بشكل جيد. واهتميت بهذا الصف ما عاد يشعر الطالب بالملل. ليش بيشعر بالملل? لما انا دخلت على المدرسة عندي خمس حصاص. العربي انا مستوعب المادة. الفيزيا مو مستوعب ببدي اشعر بالملل. لانه انا اساساتي غلط. رياضيات وبيعمل هيك يقول انا رياضيات. اما بتهمني? لانه مالو اساس صح. بالحادي عشر لانه محدد علمي او ادبي. يعني حادي عشر علمي وعنده مشاكل. عنده ثغرات. عنده ثغرات. قديمة مع محسينة يرممها. الاهل بيقولوا يلا بالبكالوريا بتنشي الامور. الاستاذ اللي عم يدرسه بالبكالوريا مهما كان مدرس مبديع. محي يدر عد لك حادي عشر بكالوريا على المعلومات. نعم. هو مانو فاضي. مانو قادر وهذا مو وقته. اربع كتب برياضيات. الاستاذ ينهيون اربع مواد برياضيات بدي اسس. بيقول لها الاهل بيقول لكم ابنه ادنكن اساساته تعبانة. يعني شو ما طلع مواخر السنة جيد. فبيعطيهم هاي الحالة الولد خلاص بيشعر بالاحباط. انه انا ما عندي اساسه بلش يندم. لازم الولد يستثمر وقته من هلأ بالصف العاشر وتنظيم الصف العاشر منه صعب. كيف? انا باعرف احد الطلاب يلي بالبكال بالتاسع كان جايب علامة كاملة هاي السنة الماضية. الام على كتر ما اتعبت اللي جبتلك علامة كاملة بالعاشرة اربع ريه. بالعاشر كان راح يرسب بالفلسفة. لانه اهمل كتير. اخده بشكل يعني اخده باهمة لانه انا بالعاشر بالتاسع جبت الحد الاعلى خلاص لازم نيستراحه. تنظيم المرحلة الثانوية مهم جدا. الولد دي اعتبره ككتلة كاملة. لأ هو بيعتبره راحة. راحة. انا العاشر دي ارتاح الحادي عشر. فاصل الثاني بشد هيك يقول بشد. يا ابني انت مراكب بزيارة. هو اللي ما اشد من باكالوريا. يعني انت اسمك دال نقطة ميم دكتور مهنبيس. لقبك لباقي حياتك. يهتم بالموضوع. طيب. اه اه قبل ما يدارك من الوقت. حقه الشغلة كتير مهمة. وبتمنى الاجابة بعجالة. اه ما في طالب او طالبة بيفوتوا على المرحلة الثانوية الا هنن بالغين جنسيا. عم نحكي عن فترة المراهقة وتحول الطفل الى رجل. وتحولت الفتاة الى انرأة. جنسيا عم بحكي. وبيبلشوا بقى الجنسية بتتفجر. ومدرسة الشباب جمع بمدرسة البنات. اذا ما كانوا المدرستين فيهم الجنسين سوا. كيف بدي وجه طفلي. وحضرتك مشرف تربوي. وموجه. وجه طفلي يتأبل التغييرات الهرمونية والجسدية بجسمه. وبالنفس الوقت يركز بمنهج التحليل والمتراجحات ونقل معادلة خطية. هذا العامل بيتطلب الوقت. تنظيم الوقت. يعني انا بنزم له وقته للطالب. هلا احنا منقول لازم ننزم الوقت. الوقت بنزم. بيمشي ثانية ثانية. ما فينا ننزمه. اذا بنا النزمه بدي عنا قطروحة ادق من اطروحة تنظيم الوقت لنحسن النزمه. اذا الوقت لا ينزم. منصير نعطيه اوقات. يعني طالب الحادي عشر. من انا اجى من مدرسته وعمل ثلاث فترات دراسة منظمين وتابعنا عليهم. نتعف فيها القصة. يعني الموضوع مضني متعب. لما بقل له الطالب برنامجك. انت جيت من مدرستك. هالراحة عندك ساعتين دراسة. نص ساعة راحة. ساعة ونص دراسة. ساعة راحة. بعدين ساعتين دراسة. وبيمشي على هذا التنظيم. هو رح يتعود عليه. بعد فترة رح يعرف حاله اذا اتنظم بدي يجيب انجازات. وانجازات جيدة جدا. ليش? لانه ننزم الانجاز خلال الوقت. الوقت ما بيتنظم. انا بدي نزم مادي تيل. الوقت موجود. متاع. وتعامل مع المشاعر الجنسية اللي بيتكون عنده الطفل بهالفترة. تانية. نحنا نحنا بنا نعتبد على ناحية انه نحنا نورجي الامور كلها على طبيعتها. تمام. يعني الموضوع هذا سيكولوجيا بالجسم. تغيير لابد. وتواصل مع الاهل ضروري بهالمرحلة. جيد ببعض التفاصيل وبعض الامور. يعني حتى في طلاب ممكن يحكوا للمدرس وللموجه بعض الاسرار. بعض الامور. مشان هو ياخد بعض اعتبار وضع هذا الطالب. سيف ذو حدين. في ناس بتوجهوا غلط وفي ناس توجهوا صح. يعني في ناس ده تعلموا قيمة. وفي ناس بتلغي عنده قيمة. حساسة جدا. حساسة جدا جدا. والمفروض يعني النصيح يكون مؤتمن رقم واحد اتنين. عايش تجربة او شايف تجربة. يمنوك من الخبرة ما يكفر حتى فعلا نراعي الظرف هذا الطالب. شكرا انك تلقى لك الفاس. لا شكرا على وعجب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. افتحوا ابواب المستقبل. واكتشفوا الافق الواسعة مع مركز جيل جامش. استعد لرحلة تعليمية استثنائية تجعلك تبرع في عالم السياحة والضيافة وادارة الاعمال. فانت مرحب بك معنا مهما كان عمرك او شهادتك. لتعيش في متعة الخبرات العملية والاكاديمية. لتصبح مهيئا لجميع فرص العمل التي ستكون بانتظارك بعد حفل التخرج السنوي. الذي ستكون انت بطله. وبشهادة دبلوم معتمدة عالميا. ومهما كنت بعيدا فمواصلاتك مؤمنة. ونضع بين يديك الاختصاصات الجامعية بسنتين. ادارة الاعمال. مكاتب الطيران والسياحة. ماركتينج اندرافك ديزاين. اللغة الالمانية. تقانة المعلومات. الاعلام السياحي. هسبتالة مانجمنت. لا حدود للابداع والتطور مع مركز جيل جامش. نحن بانتظارك. يسعد صباحكم عن جديد صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل مقلوبة بيتنجان باللحمة. هلا نحن بالفقرة الاولى عملنا الرز. والمفروض الرز يكون استوى. دائما لما بتكون تقلبوا الرز وتتاكدوا انه استوى او لا. استعملوا شوكة لحتى ما يتكسر عندي الرز. هلا شايفين هاي المرحلة بالرز لما بيكون استوى بس نحنا منطفي تحتو. ومنتركوا خمس دقايق عشر دقايق. لبين ما هيك ترتاح حبة الرز. هلا شو راح نعمل. انا هون مجهزة قالي باعتبار انا قلت لكم. نحنا ما راح نقلب المقلوبة اليوم. لانه مو كل التناجر بتساعد انه انا نقلبها بطريقة صح. اكيد اذا التنجرة بتساعد يعني هي القصة كتير سهلة. بطبقون بحط اواشي اللحمة بعدين بحط البيتنجان بطبخون وبعدين بقلبون. بس انا اذا ما عم تزبط معي او ما عندي تنجرة تساعدني ممكن انا طبقون لحالون وهذا اللي راح نعمله اليوم. هلا انا بعد ما قليت البيتنجان احنا سلقناه كمان بالفقرة الاولى بشوية من مرقة اللحمة. حطينا ملح لمرقة اللحمة ويعني هيك غمرة بس للبيتنجان بالمرأة لحتى تطرع عندي. طبعا انا لانه شرائح البيتنجان عندي كتير رقاء مشان هيك يعني تركتون عشر ثواني بالمرأة وجاة طلعتون هيك بيكونوا اخدوا من طعمة اللحمة وبنفس الوقت طريو شوي. هلا الرز اللي استوى اللي لسه كان المفروض انا اتركو على النار وهو مغطى مو على النار يعني بطفي النار. وبتركو هو مغطى خمس دقايق عشر دقايق. هاي الحركة انا راح حط الرز هلا فوق البيتنجان وبعدين دخلون على الفرن. هلا انا الفرن شغلته ليحمى كتير منيح. وقت بدي حط القالب بالفرن. راح طفي الفرن اكيد. اه واتركو تقريبا عشر دقايق ربع ساعة. بعدين راح اقلب عندي المقلوبة. هلا اللحمة خليني احكي لكون عن سلق اللحمة على السريع. شو البهارات اللي حطيتون لبين ما عبي القالب. اه حطيت عود قرفة اكيد اساسي عود القرفة. وكبش القرنفول كتير اساسيين بسلق اللحمة للمقلوبة. اه نحنا بالعادة منحط مثلا عود صغير من القرفة. وثلاث اربع حبات من كبش القرنفول. اه بهاي الوصفة لازم كترون شوي. يعني حط عود او عودين كبار من القرفة. حط مثلا شي عشر حبات كبش قرنفول. لانه طعمة القرنفول مع هاي الوصفة كتير طيبة. اذا ما عندي قرنفول حب ممكن استعمل القرنفول الناعم. ما عندي الاثنين ممكن استعمل البهار لهنن سبع بهارات. لانه بيكون فيه من ضمنها هاي البهارات اللي بتعطي طعم كتير مميز للمقلوبة. اه حطيت مي اكيد غمرت اللحمة عم استعمل لحمة شقف. عم استعمل نصف كيلو من اللحمة. اه غمرتهم بالمي على البارد كلهم. اه وبس بلشت اللحمة عندي اه 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 اتطلع الرغوة بقيمة كلها. وبعد ما تغلي واتأكد انه انا طلعت الرغوة كلها اه امتى من اللحمة. بعدين بحط البهارات. النا بنستعمل عود اه اه او عودين من القرفة. اه كبشة قرنفول. اه حب هيل ورق غار. اه اه انا بستعمل فلفل ابيض حاب. اه وبستعمل اه بصل وتوم اه مجففين شرائح. ما عندي مجفف بستعمل الفريش اكيد. وبحط بهارات الجاج البيضة. حكينا عنا كتير بحلقات ماضية. بستعمل بودرة توم وبودرة بصل. اه بعد ما اتأكد انه انا قمت الرغوة كلها اللي بحطة البهارات وبعدين بغطيها و بتركها لحتى تنسلق. هلأ هون انا بصراحة راح اكمل الآلب لسه يعني راح عبيه. ومتل ما قلت راح اغطيه بورق آآ آآ الامنيوم. و قطفي الفرن ودخله على الفرن لاخر الحلقة بتكون عندي بكون عندي الرز تهاده. هلأ هون بالمقلاية آآ دوبت shown in the water. اه دوبت مع NGO من السمنة لازم تكون كثير حامية ورح قالي شوي اللحمة اللحمة لازم تكون السمنة حامية وقت بدي ضيف اللحمة وما تاخد اكتر من دقيقة وحدة على النار لحتى ما تنشف عندي وبهاي المرحلة رح حط ملح لانه انا ما ملحت اللحمة ورح حط فلفل وبعد ما قيم اللحمة بعد ما تتقلى عندي بعد دقيقة رح قلي شوية صنوبر او اي نوع من المكسرات انتوا حابين ضيفوا اكيد متل ما قلت انا عم استعمل اليوم البيتنجان بس فيني استعمال الزهرة البطاطا الفليفلي الخضرة بتطلع كتير طيبة كلهم بقي اليوم بزيت غميء ممكن ضيف جزر البصل نحن حطيناه مع الرز يعني هاي كمان خيارات تانية انا ممكن نضيفها للمقلوبة اكيد متل عادة باخر الحلقة رح نشوف تقديم النهائي لطبقنا لليوم بس لوقتها رح اتركهم مع ورد ونور تابعوا باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم باخر الحلقة ان شاء الله يسلم ايديك يا شايف يعطيكي الفعاف شكرا يا شايف بشرا مع افتتاح المدارس اغلبنا رجع في الزمن لهي الايام ولولا لحظات واكيد صار يتذكر كل الاشياء الحلوة واللحظات يلي عاشها بالمدرسة ويمكن انحل لطريق المدرسة او حتى لصندويشة الزيت والزعتر والتفاحة يلي كانت امهاتنا اضبلنا يهون وتجهزهم الصبح ولا يجي وقت الفرصة ونفرد الاكلات تماما ونتشارك وعطول بيكون اكلات رفقاتنا اطيب من اكلاتنا رغم انه يكون مثلا ابسط ماديا واكتر هيك بساطة وسرعة بالتحضير ولكن على طول اكلات رفقاتنا اطيب يمكن الحنية اللي كانت موجودة تشاركية شو اكتر موقف تتذكري من المدرسة مؤثر فيك ينور؟ هلا انا بس اول يوم بدايقني حتى انت بقى تعرف وين الصوف تبعك ويكون في اجتماع وهي الشعب الخامسة والسادسة وهذه التفاصيل تحس انه انت تاية وين انا لحتى صور في التزام وانه هذا صفي هذا مكاني هاي رفقاتي هاي شعبتي هاي ناسي تحس انه صار في استقرار في ارتياع بتهاكي بتتطمني انه انا بفوت من باب المدرسة على الباحة لصفي صرت اعرف في الخريطة وين تتوجه على كل حال تفاصيل كتيره الى خصوصية بقلوبنا وبقلب كل حدا فينا لانه هاي التفاصيل هي مرحلة عمرية ما فينا نتجاوزها وين حفرت بذكرتنا تعالوا نشوف حكمة كينان لما نزل على الشرع السوري وسألهم باستطلاع رأيهم شو اكتر موقف اثر فيكن من ايام المدرسة نسمع شو جاوبوا موسيقى 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 فبشعر بالطلاب مثل ما بشعر وقت الطفولة هلأ أيامات المدرسة وقتنا كانت كتير شي حلو يعني كانت على البساطة تعيش الفرح الحقيقي تنبسط شو ما كان بلعبة يعملون لك ها بمدرسة رحلة بسيطة أي شيء أحلى موقف كان نحن عنا اللباس يعني نزام نزام يعني نزام الفتوى على أيامات كيف تعرف الأميس فالداية من الأميس تحت البدلة والبدلة النشية لتكون هيك على الإكسبرات فشو نعمل حتى نخلص من الأميس نقص الأميس على داير الأبية وبس نطلع من المدرسة نقيمة يكون راح الأميس يعني كأنه أبدة ونقيمة كان في مبارزة انت شو جايبة صاندويشة أنا شو جايبة صاندويشة يتبادلوا كان في روح هيك المحبة الألفة الحب الحقيقي الرفقات الحقيقية يا سيدي أحلى موقف أنا أثناء التعليم علمت أولاد أولادي كانوا بتقريبا نصف سادس وشطورين هنا فواحد منهم كان في نهار موجاي بالوظيفة وأنا كتير كتقاسي عنيون أكتب من كل الطلاب قلت له بكرة ما بتفوت على المدرسة إلا مع ولي أمرك إذا ما إجا ولي أمرك ما بتفوت على المدرسة بدي بدي يجي وبدي ويوقع تعطو راح على البيت يترجى أبو إلا ما إلا إلا أبدا وجبت الأب لربيت وكنت أصلا بدي عاقي بعاقي بأول شيء ولاتي طيب وشو حكيت وأنا صارت متشوقة أعرف شو حكيت قلت له إنه تاني مرة هلها هي مرة إنزار تاني مرة يعني بيأخذ عقاب شديد حتى عدا في شوية يعني مشاغبة بالصف ما كتير ملتزم هو كان حريك شوي حكيت له وضعه كله تتفعل زوجك ضحك أكتر موقف حلو وقت كان في عندنا اختبار تمام وكنت أنا يعني ما أنا مقدمني حتى طلعي من نجاح التميسيك بكرة عودت المدارس حلو أنت أكيد كنت طالب مدرسة وعايش هيلاجه والله وهلأ التقيت بأنستي لأنسي نوال حشتها وبوستها درستني بصف الخامس فعشنا لحظات بقمة السعادة أنا وياها ودعتني لعندها على البيت بيتها بساحة جورج ستوري فما بعرف الصدفة الغريبة اللي هلأ طلعتولي عن نفس الموضوع وما صر لي خمس داقي تاركة لما غمرتني هيقانستي بصدقا من أجمل لحظات حياتي لأنه فيش حسيتها عاشت بسعادة يعني لا توصف والله مرة في أحد الشباب المشاغبين قاعد وراي فتعرف الولاد بضربوا بعض بالطبشور ضربة قام اللي ضربة عليه بعض راسه قامت كملة الطبشورة على ظهر الأنسة عرفت شلون فلفت الأنسة لقيت أنا بوشة أنا مالي علاقة بكل وقتها هيق حسيت أنه أخذتني على الإدارة وكذا أنت الآدمي الحباب المشتهد أنت شو اسمه عم تضرب بالطبشور عرفت شلون والله و أول مرة بيطلبوا لي أمري كان وقتها وراحت جبت شخص دكتور مهندس جاي من برات البلد ماسترجي تقول لأبي يعني لأنه ما في بالعادة كانت على وقتكم كان في صداقة كان في معنا طبعا طبعا نحن هلأ أنا رفقاتي الطيبين ما أقوله وكلهم في تواصل بيني وبينا ترجعوا بتلتأوا بتاعدو؟ نلتأ هلأ المساء ونودنا عبطاب الزهر تورا يمكن لأنه كانت أوقات تجمعنا بأصدقائنا هلأ عم نلاقي أنه دائما الأطفال هني مجتمعين مع أصدقائهم سواء على وسائل تواصل اجتماعي أو حتى بالحدايا أو كذا ونحن كان أقل التجمعات ممكن رفيقنا يسافر كذا فالمدرسة كانت محل أنه تجمعنا الأسادزي الأسادزي اللي ممكن لهم كل الاحترام منتمنى طولة العمر مع الصحة للي بقيه أحياء وإله يرحم الأموات كانوا هني أهل بالنسبة لإلنا كلمتهم كانت متل ما بيقولهم ما تنعاد مرة ثانية حناين علينا وكتير كويسين وربه أجيال والحمد لله هني بيرفعوا راسهم فينا متل ما نحن بنفتخر بأنه هني كانوا أسادزي بصة في السادس لما عملنا رفيقنا منظر النمر الوردي فكنا عمل لونه بالحبر طبعاً أكلنا عقوبة بس كانت عقوبة لطيفة صح أنه كنت عرفت المدرسة بس ما ستسنيس من العقوبة لأكلت عقوبة مثل من الرفقات اللي شاركوا به هالعمال هلو أنت كنت عم بتلونه رفيقون يعني؟ تماماً أي وكانت للأسف أنه أمه مكسورة إيده فكان صعب أنه تحممه وتنظفه وتوصله وتعبه فأنا ساهمنا بشي كتير مشاع مشاع المصروف أنا بتذكر أنه مرة اضطريت عن حيات المدرسة هاي اعتراف لأنه لحتى رحت جبت قضامي أنا حدا بيحب القضامي كتير فاشتريت القضامي وأكلتها لحتى قدرت فوت على الصف على الحصة اللي بعدها طيب أمه ما لقت فيه؟ أمه ما لقت كان حيات المدرسة يواطي بس بعدها رفعوا الحيات ما بعرف ليه شكله حسوا عليك؟ حسوا ليه ممكن اي حسوا ليه موسيقى وصلنا معكم المشاهدين على فقرتنا الطبية التجميلية اللي رح نحكي فيها عن الدبل تين أو الدأن المضاعفة المزدوجة يمكن يكون مفهوم غريب نوعا ما عند بعض الأشخاص ولكنه شائع الانتشار بالأون الأخيرة خاصة مع السمنة المفرطة أو المتوسطة اللي عم تصير عند بعض الأشخاص سيدات أو رجال أو اللي كان عندهم وزن زائد وتخلصوا منه بعملية جراحية أو بداية غير مدروس تماما وفقرتنا لليوم رح نخبر كل مشاهدينا عن الدقن المزدوجة شو هي وشو هذا المفهوم وكيف لازم نحنا نتخلص منه وشو الحلول المناسبة وقالية العلاج كل هاي التفاصيل رح يخبرنا عنا الدكتور شادي رحمة الاستشاري والاختصاصي بالجراحة التجميلية من باريس يسعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد صباحك عم نحكي عن الدبل تين أو المنسميه باللهجة العمية اللغلوب تماما عشيله من لغليغه تماما هذا اللي هون بيكون موصول بالرقبة فورا من أسفل الدقن شو أسبابه طبيا؟ طبعا دائما ورد بدنا نعرف أول شي شو دقن المضاعفة يعني دائما عطول أكتر شكاية حاليا بالعيادات هي الدقن المضاعفة يمكن بيجوز بسبب استعمال المفهوم هذا على وسائل التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة طبعا الدقن المضاعفة هي الكتلة اللي بتوجد تحت الدقن الطبية واقفين عندهم هالكتلة هاي أو هالترهل هاد الموجود طبعا هالترهل ممكن يكون شحم فقط وهذا شي كتير منيح وممكن يكون شحم وجلد وهون مشكلة طبعا دائما بدنا المضاعفة إلى عدة أسباب أهم سبب حاليا هو يعني مشكلة المشاكل المضاعفة دائما الوضعية هاي اللي نحنا بنعمله هاي بحد ذاتها هي عم تمدد الجلد يعني عم تعطي مساحة أكبر من الجلد بسيكون الرأس بوضعية الراحة فدائما الموبايل طريقة اللبس الطقم والغرافات أو عند المحجبات أحيانا بعض أنواع الحجابات اللي بتحصر فيهم الشحم والجلد بهالمنطقة هاي وبتجيبهم لأدام لكن السبب الأكثر هو زيادة الوزن زيادة الوزن دائما بيتوضع الشحم بمناطق مختيفة من الجسم ومنها منطقة العنق هلا أحيانا نقص الوزن إذا الواحد فأل وزنه بشكل كتير كبير ممكن يصير عنده دق مضاعفة لكن جلد فقط وليس شحم الجينات بعض العائلات أحيانا توضع الشحم عندها مختلف ما في عندهم مرونة أو كلجين في الجلد أحيانا شكل عظام الوجه أو شكل الوجه كمان بيعمل دق مضاعفة أحيانا كمان الشيخوخة الشيخوخة بتأدي لنقص الكلجين لفقدام مرونة الجلد وهذا بيأدي لدق مضاعفة تماما هاي خلينا نقول عليها الدبل تشين أنا كيف بدي أتخلص منه عم نشوف إبر الميزو تماما وإبر التدويب وجلسات الهايفو يعني في كتير تفاصيل الحل النهائي ماذا يحتاج؟ دائما البنات والشباب بيحبوا الحل السريع أو شعبنا بيحبوا الحلول السريعة والحلول هيك تجارية يعني دائما لازم ننبه إنه بدنا نشوف هي الدق مضاعفة ليش صايرة يعني هل هي شحم فقط أو جلد وشحم أو فقط جلد هلأ إذا كانت نحكي عن العلاجات أول شيء بعدين نحكي عن الشغلات اللي غير مفيدة إذا كان في عنا طبعا شحم فقط وهي بتكون عند الصبايا والشباب الصغار كتير بالعمر أو السمان إجراء كتير بسيط مدته خمس دقايق تخدير موضعي نستخدم جهازين إما جهاز الوتراساوند اللي هو الأمواج فوق الصوت اللي هي بتحطي من الخلايا الشحمية وبالدوبة أو إنه نستخدم شي اسمه الفيزر بنعمل فتحة كتير صغيرة 2 ميلي أو ثلاث فتحات من عجلانة ومندوب الشحمات كلهم ومنطلعون لبرات الجسم هلأ إذا كان في عنا جلد وشحم فهن إحنا مضطرين أن نعمل شد هلأ الشد بيكون كمان على نوعين إما بيكون شد أفقي بيكون في هون طيئة بشكل موجودة بشكل طبيعي من هون منشد بي هالشكل هاد بشكل عموبي بس لازم تنشوفها تأول شيء إجباري إجباري أو إنه بيكون في عنا ترهول جلدي كتير كبير هون مجبورين نحن نعمل شد جراحي بيجرح كتير بخفي من نور الإذن منشد فيه جلد ومنقصه هلأ أحيانا بيكون في عنا مثل عند الختايرة بتلاقي في عندهم عضلتين بشكل حرف 7 أو بشكل حرف 8 مقلوبة هون نحن منطرين نحن نعمل شق هون ونفوت ونضب العضلتين لسابق عهدهم يعني نضب العضلتين ونشد الجلد فهي الحل الجراحي أو خلينا نقول الإجراء الجراحي هي ما نعمل إيه مدتها خمس دقائق غير مؤلمة من حل الموضوع تخدير عام؟ لا تخدير موضعي مدته خمس دقائق هو الحل هلأ سألتني نور إنه شو الإجراءات الثانية كتير مسمع الكريمات أكيد لا ما بشي اسمه كريم بيروح جلد زايد أو شحم داخلي الكريم تأثيره خارجي هو ما منفهم نقطة إنه نحن كدسنا الشحوم يعني خلينا نقول فترة زمنية طويلة سنة وسنتين وثلاثة كريم ما رح يقدر يشير أحياناً بيجول عندي الإبر ميزو أو الإبر هاي أوكي ممكن تفيد جزئياً لنسبة 10% لكن بعض الحالات بتأدي لتليف ولتلف العصاب تلف العصاب لأنه هي عبارة عن حالة للشحوم بتحل الغمض تبع العصب بتأدي لأضطرابات عصبية خيان نخلص من العصاب الخيوط الخيوط أحياناً عم يدخل ويشدوا لحد دول الأخلاف في تيكساس مع الدبلوشي تماماً هلا إذا حظه حلو أوكي بتدوم شهر شهر ومصف يشده لكن إذا حظه مو حلو بتلاقي خيط بينزيل خيط بينزيل خيط بينزيل إذا حظه حلو شهرين ماكسيمون تماماً لأنه في عندك وزن وردة هي مثل مبدأ خيط نايلون عم يشد فهذا بحكم الجاذبية أرضية بدون يردينزل بيرجع بيرجع وإذا حظه مو حلو بتلاقي صار عنده عدم تناظر خيط منزيل خيط ضلم علي الإجراءات الثانية هي التمارين الرياضية ما فيش اسمه مثل ما تفضلت أو مساجات في عندك كتلة شحمية وجلت زاية بدون ينشاله بدون ينحله فالحل اللي حكينا عليه هو الحل النهائي وهو الحل الأمثل والمفيد يعني كنت عم شوف على إحدى القنوات التجارية هدول الكورتين اللي منعملون هيك قال وبترجع الدان لقد تغيرتوا بسرعة أسبوع واحد هلا أنت بعد ما تشتي الكورتين يستعملون شهر وبيكتفوا الكورتين حتى على الإنترنت بيكتفوا مقعد لهم وجود طيب دكتور فينا نرافق هاي العملية الجراحية أو الإجراء الجراحي مثل ما سميته حضرتك مع عمليات تانية إنه نحنا فتنة وفتنة فبدنا فول باكيج تمام هلا هون شقي أحياناً هاي العملية ترفق بشغلات تانية أحياناً متما انتفضلت نور أحياناً بنعمل تكساس أحياناً بنعمل الغؤور يعني في ناس بيكون عندهم الخدود سمينة بنعملهم الرسمة أو التضريس الحلوة على الوجه أحياناً بنعملهم باستقصال شح من الخد؟ تماماً بس لكن بننبه مو استقصال داخلي يعني هاي العملية اللي هلا عم شوها شو يعني داخلي وشيانة؟ يعني إنه بنعمل شأ داخل الباطن الخد صحيح بشكل أعمى بكرر بشكل أعمى يعني الجراح ما يكون عم يعرف شو عم يصير جوا بناخد كتلة شحمية من جوا وبصير غؤور أول شي في عنا هون قناة لعابية في عنا عصب وجهي في عنا استقصال غير متناظر ممكن يصير يعني ممكن يصير في عنا بتشوه لأنه أنت عم تقيمي شحم بشكل غير متناظر وبشكل أعمى وفي عنا شغلات تشيحية اللي ممكن يصير عندها يصير سيلان لعاب مزمن من داخل الفم ممكن يصير عندنا شلال بالعصر الوجهي فالاستقصال الشحم من داخلات عملية غير موصوفة علمياً طب شو الحل؟ ممكن نحنا من ثقبة خارجية بطريقة يعني بالليزر ممكن نحنا ندوب شحوم الخد في عنا طبقة شحمية كتير صفحية وهي غير ضار يعني غير خطيرة إزالتها ممكن نحنا نلعب فيها ونعمل نحط بحيث أنه نعمل تضاريس ممكن نعمل كمان أحياناً حقن الخدود مع الشحمات اللي ناخده من هون نعمل فيه الخدود أو دكتور بس كأنك عم ترسم الوجه بشكل دايموند عم ننحط الوجه يعني إحنا إذا عملنا تكساس جوز وعملنا خدود شوي وجنتين وشدينها من فوق ورفعنا بالبطوكس العينتين وعملنا العيون اللوزية وكذا فنحنا رسمنا منحوطة والله إنك معلم شفت؟ في لمسة في لمسة إعلامية ولمسة جمالية تجميلية يعني دائماً هاي مونت تجي مش هنكون صريح معكم يعني أحياناً كيم كارديشيان بتدرج لشغلة معينة أحياناً ما بارك مين جينفر لوبيز بتدرج فهي موضو أو تريندات بتروح وبتجي لكن أنا بقول إنه ممكن عن طريق نحة الوجه أو لعبة تدريس الوجه نعطي شيء طبيعي لحلو الجزاب اللي في إنوسة هاي مهمتنا كجراحين تجميل وليس مهمتنا إنه نلحق الموضة الثانية اللي ممكن مات البالة صادية تماماً واللي ممكن خلال ستة شهر تروح يعني تكون نفقة خدودة بعد سنتين صارت موضة تانية فهم بقى أعود حلة يعني أعود صحاب الشحن اللي هو بيكون ثلياف فأهم شي نعمل المنحوطة الحلوة الجزابة اللي بتناسب المريضة والمزوقة ولي فيها إنوسة هاد أهم شي تماماً عم نحكي عن السيدات نسينا الرجال الرجال في إلوان حصة من الدبل تشين والدخل المزدوجة دائماً المراجعين الرجال من ناحية الدبل تشين أكتر لأنه موضي بصوت قومي وكرافات فهنين بيعانوا لنا تبريد وسنتهم أكبر فهي دائماً فبصير في التصاق بالرقبة والتحركتين تماماً وأحراناً بيكون كتير كبيرة نلجأ لشق أفقي وشق عمودي هذا فاتني إجئلكون الشغلة إنو دبل تشين غالباً نحنا بنعملها مع عمليات تجميلية أخرى مثلاً عندها شد لطن، عندها شد وجه، عندها تكبير صدر دائماً نحنا وبحكي بسرك يعني دائماً نحنا نقدمها كعرض كادول لأنه نحنا يعني كجراحين تجميل تفت لنظرنا هاي بستعمل هيك بالعيادة بتلاقي ضربة على عيني يعني بتلاقي في شي ما نوحلو فلازم وهو خمس دقايق فهي نحنا بنكون موسوطين ونا خدمناها وهي تكون موسوطة إنو حالة مشكلة تانية قد تحتاج لفوت مرة تانية على العمل تماماً والرجال؟ عالية العمل كتخلص منا نفس السيدات؟ نفس الشيء تماماً نفس الشيء تماماً لكن شكل الجرح يختلف كونه في لحية في لحية فدائماً هو الرجل يعني كثير بيتردد يجي لعننا بيربي دأن أول شي ما تمو عامل ورد بيخبّي شوي وسأل ما في ضربتن دكتور سواني سنأ ورد أنا هلأ وشي سالت يعني أنا كنت عملول لدكتور طالما دكتور ما شاء الله استشاري من باريس بيجي رحل تجميلية إنو عطونا حل لما نعمل دايت أوك نحفنا 7-8 كيلو بس عم يسلوت الوش دايت المدروس شوي شوي والله مدروس وشوي شوي حكيت لي تحتلوها إنو مي وخمسين غرام يعني كثير منيح يعني بس إنو إن شاء الله سلوكك اللي زائي وعاداتك اللي زائية تحافز عليه بحيث ما تريد تترجعون هي أكثر شي بيعانية يعني الشباب اللي بينقصوا وزنهم بتلاقي رأسا مقا مورده يعني حتى لو عملوا دبل تن عندك ورجعوا وفتحوا لأكل ترجعوا؟ انسينا نحكي انه انقاس الوزن هو الستيب وان يعني اول مرحلة منشان تعادج لداء المضاعفة هو نقيس وزنها بشكل بطيء ومتدرج هي اهم الجراحة فمعاتها انقاس الوزن ثم نلجأ لموضوع الطبيقه والموضوع الجراحي رح ننتقل لسؤال ورد فضلي الديمومة يعني ما بتنكس يعني انا اليوم عملت شفطت وشدت وساوت الجرح المخفي خالصين اكيد لا تعاود لا تعاود الا اذا انت عاودتي العادات السيئة عندك اه اوكي يعني انا في حاله جات افرطت الطعام اذا رجعتك سبنتي لك 30 كيلو بتتعاود اذا رجعتك كمان حفتي 30 كيلو بتتعاود لكن طبعما انتي ستيبل او ماشي بشكل كتير منيح عم تمارسي رياضة عم تاكلي اكل حلو اللي هو فيه خضرات فواكي فيتامين سي هذا كل فيتامين اي هذا كله مفيد لنوعية الجلد وبالتالي وتجنبي كمان اهم شيء موبايل يعني في الوضعيات السيئة اللي هي وضعية موبايل هي وضعية كتير ضارة كدبلة شين وكديس او بعض الطلاب هلأ عم يدرسوا تماما بتلاقي قاعد قاعدة مانا منظبوطة يعني هاي الوضعيات كتير مهمة لسواء الا دبلة شين او لغيره فدائما الوضعية هماشي نعدل الوضعية لعادات السيئة اللي عنا اللي هي اهم شيء كتير خطير الانقاص الوزن بشكل مدروس ومتدرج واذا ما مش الحال نلجأ للموضوع الطبي اللي هو شيء كتير بسيط الحمار الخضار اللي بيسه بالسحجات او الشد او اللي عمالي في عنا نفخة بسيطة بعد ما ندوب الشحوم في عنا نفخة بسيطة لمدة تقريبا شيء جماعتين ثلاثة تماما فينا نلبس له مشد هالمشد ليس قصري وانما الصبية او الشباب يلبسوا بالوقت اللي ما حد عم يشوفه هو قاعد بالبيت ممكن يلبس مشد خفيف لمدة ساعتين ثلاثة اول اسبوعين ثلاثة والنتيجة بتدوم اقل شيء 15 سنة اقل شيء تمام يعني مضر غير نتشكرك كتير لوجودك ومعلوماتك دكتور شادي وهيك الامل اللي عم تعطيه للصبايا والشباب انه في اجراءات صارت ممكنة ما تيقسوا دائما اذا العائل شغال والصبيه عارفان شو بده وجراح التجميل ماهر وخبير كل شيء متاح فالحل متاح موله الدرجة موله الدرجة موله الدرجة شكنا دكتور اهلا بسهلاتك اهلا بسهلاتك وهلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لنكمل حلقتنا براجنا واشو مخبيلنا الفلك مع مادام نجلة اباني صباح خير يا مادام صباح الخير يا نور صباح الخير للجميع تضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيدة اليوم ثلاثة ايلول يعني ثلاثة تسعة سبتمبر تمانياتي الجميع بالخير كواكبنا ما زالت في اماكنها ما زالت عطارد متراجعا في برج العزراء بمكانه يعني هلا هاد عم بخلي تنبيه شديد اللهجة على امورنا الكهربائية على امورنا العلاقة بالانترنت على موبايلاتنا يعني كل شيء الكتروني كهربائي لازم ننتبه عليش بهالفترات شوي لانه مكتر الأرياح وكل شيء له علاقة بالسفار على كل الأحوال مستندات أوراق يعني ما كتير بشوف الأمور الأرياح الأرياح أما الزهرة فأنا بقول باشرة تقدم في برج الأسد ابتداء من اليوم هي يفترض بكرة بس يعني باشرة تقدم في برج الأسد عام لنوع من أنواع المضايقات للعقرب لبرج الثور وبالتأكيد لبرج الدلو الخريطة الفلكية هي بتعني أنه موليد برج الحمل السرطان الجدي شوي لازم ننتبه صحيا بسبب تراجع أو تقدم المريخ في برج الميزاني أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اللي عم بعيش فترة محادثات مكسفة ليكون قادر أكثر على وضع النقاط على الحروف مشغول بإتصالات بتحسوا بأمورك كرهان تضلك لوحدك يوم سعيد علاقات متنابعة حلول أو مساعدات وربما تميل الفنون أو عندك هيك أجواء مشعة حوالك مولود برج الثور أنت اللي معنك كتير مرتاح ما بعرف يمكن تسمع أخبار ممريحة قيل أو قال يمكن تشعر أنه في نيات سيئة حواليك لألك أولي من حولك ما بعرف على كل أنه هو يوم للنميمة بامتياز أغلب مشاكلك ممكن سببه شخصي ممكن إيجابة مكتير محسوبة ممكن نوع من أنواع أنك مكتئب شاكيا طبعا هي مكتئب طبيعي بس شاكيا ما بحياته بيعملة مولود برج الثور بس اليوم كأنك عم بتفكر بالماضي السعيد مولود برج الجوزاء اليوم اجتماعي بامتياز عم تستعيد علاقاتك قديمة عندك حياة اجتماعية عندك قصص العلاقة بأفراح يمكن تعارف على أصدقاء جدد غرباء ربما أو من غير لهجتك اليوم عم تفرح لدعم أو تأييد عم تفرح لعلاقات شخصية في مناخ حولك إيجابي لتطور صدقاتك اتصالات أو قنوات للتواصل مولود برج السرطان أنت اللي مانك مرتاح والحقيقة عم بتفاقم الخلافات بدلا من أنك تهدية اليوم كتير بحاجة للراحات بحاجة أنك تحزر الصدامات وإذا أردت لصيحتي حاول تسمع على الآخرين وتهزي براسك اللي ممكن يكون فيهم نوع من أنواع الصحة خاصة أنه اليوم أنت حساس لأي كلمة سوء وغالبا طاقتك اليوم قليلة على فكرة ممكن يكون عندك شي صحي لألك ولبرج العقرب اليوم مولود برج الأسد اليوم الأمور جيدة بالنسبة للألوء وإيجابية ظروف مساعدة لتتحرك بأوساط مشجعة ليكون حواليك شجاعة لتوصل أهدافك عادات ناس ظروف معرقلة متعة تسلية يعني اليوم اليوم جيد لمساعدات من المحيط لمولود برج الأسد وهاتفك لا يتوقف رن اليوم أموره جيدة كمان العزراء عندك مساحة للتحرك بحرية أنت أكثر ثقة بنفسك عم تفرح لتعامل من حولك بطريقة إيجابية ما في عراقيل بالعكس الأمور أكثر هدوء أكثر دبلوماسية عم تتعامل مع الكل بطريقة إيجابية وعم تقرأ المتغيرات الحاصلة وعم تتصرف على أساسها الميزان أنت اللي معناك كتير مرتاح المسائل المهنية عملت لك بعض المضايقات ما بعرف في شي من التأجيل تأخير يعني في شي ممكن يكون صدام بينك وبين الناس اللي حواليك نظر مواعيدك أولاً لأنه اليوم في تأجيل أو تأخير يمكن تانياً حاول تحذر المشاكل يعني بلاها هاي كلمة مني كلمة منك تيخلق شجار وتذكر أنه ما في حدا فينا كامل ولا أنت ولا أنا عموماً في أخطاء صغيرة فينا نمرأة باللطف وبهدوء مولود برج العقرب اليوم عنده إحساس أنه أنا كل الشغل علي كل الشغل على كتفي وما حدا عم بيساعدني وما حدا عم يشتغل شغلي أنا أحسن واحد أصلاً بشتغل بس يعني أنا متعب بعملي ومكسل وما بعرف إذا في قصة صحية شغلته اليوم لمولود برج العقرب هلا بالأكيد العقرب محب للعمل بس اليوم بالذات كأنه عم بيروح وقته بسهر بزيارات بعلاقات بدون ما يخلص شغله المتراكم تغلب على مزاجك الرديء لأنه مزاجك مكتير رائع وأهم نصيحة تنتبه صحية مولود برج القوس اليوم الأمور إليك إيجابية وجيدة خاصة بالعمل أنت عندك توقيت مناسب اليوم لترتب أمورك معتمل على ابتسامتك تفاؤلك ثقتك بنفسك هاي الأيام مخصصة لتسوية بعض الأوضاع لتوضح بعض النقاط لتسوي خلافات والأطراف حواليك تجمع أنك لبيق لطيف هادئ ودبروماسي مولود برج الجديد اليوم أنت اللي الآن ما بعرف على الأصص صحية هو أكتر الناس اللي الآنين على الأصص صحية اليوم هنن عقرب جدي سرطان شوي لازم ينتبهوا في عندهم شي حواليهم اللي علاقة بالشكوك تراوده يمكن عصبي يمكن عم بيفكر بجديد بس ما عم تزبط معه يمكن منشغل بشي قصص تادي هيك حواليه فكر قبل أن تخوض بالجديد اليوم في حلول ربما لكل ما يشغل بالك على كل مبكرة يوم أفضل للجديد مولود برجل دلو اليوم يعني في عندك حركة الفترة الأفضل لتلمتن علاقاتك بما حولك في عندك إرادة للوصول إلى ما تريد غالبا زيارات أو تواصل أو أصدقاء أو عم بتمتن علاقاتك بما حولك اليوم يوم جيد لألاك لتغير عاداتك والسلوكياتك مولود برجل دلو مولود برجل أحوت اليوم عم الغالب عن تناقش بعض الأمور المالية طبعا هذا الشهر أفضل ماليا بالتأكيد من الشهر الماضي الشهر الماضي كان شهر التعب المالي هلا هذا الشهر كله أفضل أحسن فيه نوع من أنواع التغيرات باتجاه الأفضل بس على كل الأحوال يعني كمان عندك مستحقات لازم تدفعها وممكن يطلع عندك أعطال مانو محسوب بحسابه خليني يعايد مولود اليوم مولود ثلاثة واتمناله السعادة التكتم مجسداد مولود ثلاثة ما بتعرف شو اللي جواته إلا إذا تعلمت تفك لغات أو تتقرأ لغات من الأشخاص اللي شديد الغموض يظهر ما لا يبطن ودائما على فكرة العزراء عنده هاي القصة يعني بيخبي بقلبه الأشياء اللي مدايقته يسعى إلى امتلاك ما يريد وللأبد عموما سواء صداقات عمال زواج يعني كله هادئ على كل الأحوال عامل ينتبه إلى مصطوحته وبيعرف كيف يرتب أموره زكي بالمجمل سنة كثير مهمة لألاك خاصة على صعيد الحياة العملية والمالية المتبقى بالسنة للمال والعواطف وهالفترات هاد الشهر للأمور العملية يمكن مصالحة يمكن سفر يمكن نوع من أنواع التغييرات الإيجابية اللي ممكن تحمل لك نوع من أنواع الفرح الله يقدم لك في الخير ويفرح قلبك ورسائلكن أكيد على 18 45 من أي موبايل داخل سوريا وحاولوا تكون رسائلكن في يوم شهر سنة واسم بشار أمورك جيدة يا بشار هلأ بقى الشهرين القادمين بالتأكيد أفضل من الشهر اللي راح ثامن كان متعب هلأ الأشهر القادمة أفضل وأنا برأيي فيهم تغييرات مفيدة حنان الصباح عم تسألني عن أمور رايسة دا وقاتك يا حنان يعني بدك للعاشر يا حنان هلأ حتى هاد الشهر رغم أنه الأمور العملية جيدة فيه إلا أنه يعني بظن لسه العواطف ما كتير تحت والأمور المالية بس هاد الشهر ممكن يحملك ورقة تفرحك يعني ممكن يكون في شيء لو علاقة بورقة تغير لك شيء بحياتك خالد حويلة يا سيدة وقاتك يا خالد خالد وارد جدا يكون فيه سفار فيه حزوز مساعدة وخاصة من العاشر واللي رايده رب العالمين بصير محمد سكيف أنا جاوبتك قبل هالمرة يا محمد وقلتلك الأمور رايحة باتجاه الأفضل المتبقي من السنة مفرح بالنسبة لألك وممكن يحمل تغييرات فاخر أبو عزيزة ابن عزيزة يستدقاتك يا فاخر خلص خلص الحزن الديء المضايقات بالشهر الماضي خلصت ما ضل حدا ما تخنقت انت وياه وعلي صوتك هلا هات الشهر أفضل بكتير بالنسبة لألك وإيجابي أكتر وأنا بقول إنه في شي ممكن يتغير بحياتك ما بعرف إذا أنت على بالك قصص عاطفية لأنه القصص العاطفية هي الأفضل حمزة زكريا يستدقاتك يا حمزة والله عندك حزوز مساعدة جدا بالشهرين القادمين فالله يفرح قلبك باللي أنت متمنية رب العالمين حزوز مساعدة جدا إيمان أكيد سمعتيني وأنا عم عايد مولود اليوم بس أنت بالذات يعني بين أواخر هذا العام وبدايات العام القادم في قصة بدي بارك لك فيها ربما قصة سأل على قبر تباط ربما عالت 1845 آية بنت حسناء آية ما بعتلي موليد زوجك زهير بس الأكيد أنه أنت أمورك يعني ما أنا كتير الأريح هات الشهر بدك لست للشهر القادم يا روحي لتكون أمورك أريح وقفوا بعتلي موليد آية بنت حسناء موليدة 99 وزوجة 91 والله علاقة تكون جيدة جدا 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 بس هذا شهر متعب جدا جدا عم بحكي أنا على الثامن التاسع أفضل شوي بس أنا برأيي بتكون للعاشر رسا لتردلت رب أموركم عاشر إذا عشر ناشر دور أشهر جميلة حتى بداية العام ممكن يكون بداية جميلة إن شاء الله إذا أراد رب العالمين بس دا وقاتكم وتضلوا دائما بخير إن شاء الله يا رب وتضلي دائما بخير يا رب وتضلي دائما بخير شكرا خير تعالوا لنروح لعند آلة بالكيك اللي أنا شايفه كيك مو مقلوبة لأننا كنا نتفرّج إي لأنه المنظر مغري جدا يلا نشوف سوا صواح الخير عن جديد وصلنا لآخر الحلقة وأكيد وصفتي صارت جاهزة نحنا اليوم عملنا مقلوبة بالبيتنجان واللحمة وحكينا شو الإضافات اللي ممكن نحنا نضيفها هلا أنا قلت ببداية الحلقة أنه أنا استعملت الرز البسمتي لأنه أنا عملت كل مكون لحاله يعني طبخت البيتنجان لحاله اللحمة الرز وبعدين طبقتهم ودخلتهم شوي على الفرن بعد ما حميته وطفيته إذا ما بدي أعمل هاي الحركة بدي أعملهم كلهم بالطنجرة أكيد فيني استعمال الرز الأصير اللي هو أساسا يعني بأساس الوصفة نستعمال الرز الأصير إن شاء الله تكون هيك وصفتي لليوم عجبتكم تجربوها أكيد وتخبرونا وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة إن شاء الله شكرا كتلا إليك يا شيف عجبتنا 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 على أولة ورد عجبنا أعلى بالكيك أعلى بالكيك صح نور ما بتحب المقلوبة بس الشكل شكل مغري شكرا شاي شكرا كتلا إليك يا شيف الشكل الأكبر للكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لإلنا إن شاء الله حلقة اليوم تكون نارت أعجابكم ورجعة وموفقة لجميع الطلاب وراحة بال للأهالي آمين يا رب يلا ساعة أو ساعتين بيكونوا أولادكم رجعوا بالسلامة من أول يوم بالعام الدراسي الجديد إن شاء الله يا رب عام مكلل بالنجاحات هذا هو إله والحلو برجعة المدرسة والمونة المونة والضبضبة والكنكنة عم نحكي كأجواء عم نحكي كأجواء مو كأجواء الله يبعث الخير للجميع آمين يا رب بلوا بألف خير اشتركوا في القناة